لينا قنوع محللة أسواق مالية في إيكوتي جروب تنضم إلينا الآن لينا أهلاً وسهلاً بك معنا على شاشة CNBC عربية بداية أنا أريد أن أسمع تحليلاتك وتبريراتك لما شهدناه من رد فعل من أسواق الأسهم الأمريكية في الجلسة الماضية على قرار الفيدرالي عادة ترحب الأسواق بهيدي التون الضوفش من الفيدرالي البارحة لم نشهد هذا الأداء وحتى الآن الجلسة الأوروبية حمراء نعم أهلاً بك بالفعل كما ذكرت بالعادة تتفاعل الأسواق مع هذه القرارات لكن يظهر هناك تراجعات طالت جميع الأسواق وشهدنا أيضاً الأسواق الأوروبية اليوم باللون الأحمر الأسباب هي عدم موجود شهية لأخذ المخاطر بسبب قرارات الفيدرالي الأمريكي وتصريحات جيروم باول بأنه لن يكون هناك أي تحفيز إضافي أو إشارات ملموسة عن التحفيز الاقتصادي فعدم موجود مزيد من الدعم بالرغم من إبقاء أسعار الفائدة متدنية وقريبة من الصفر فترة طويلة حتى عام 2023 بموافقة جميع أعضاء الفيدرالي الأمريكي لكن يظهر أنه عدم وجود هذه الإشارات أو المزيد من الدعم خيبة أمل كانت للأسواق وربما من جهة أخرى نستطيع أن نقول أن الأسواق بالفعل كانت محتسبة يعني لا يوجد أي مفاجآت كانت من قبل الفيدرالي الأمريكي فحتسبت الأسواق ذلك بالتالي إذا تحدثنا فقط مجرد جدال كان بين أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول توقعات أسعار الفائدة هناك عضوان يقولون أن أسعار الفائدة يجب أن لا تكون متدنية إلى تلك الفترة الطويلة وعضو آخر يقول أنه يجب أن تكون أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة هذا السبب الوحيد لكن نظرة أو الرؤية الاقتصادية التي جاءت من الفيدرالي الأمريكي أيضا مطمئنة من حيث أيضا توقعاته بتراجع البطالة وأيضا رؤيته بإنكماش أو تقليص الإنكماش المتوقع للاقتصاد بدلا من أن يكون 6.5% التوقعات الآن عنده 3.7% بالماينس فبالتالي تلك هذه الرؤية الاقتصادية الإيجابية تقلل احتمالات أن يكون هناك مزيد من إحتمالات أكبر لمزيد من الضعم ما الذي يعني ذلك بالنسبة للدولار الأمريكي الذي استمتت دعا في جلسة البارحة من بعض الارتفاعات التي شهدناها على عوائد السندات ولكن السؤال أنها مستدامة لا أعتقد أن هذه الارتفاعات التي نشهدها على الدولار مستدامة رغم 93 هي مستويات مهمة لكن مع ارتفاع كما ذكرت عوائد السندات هي التي ساعدت على ارتفاع الدولار الأمريكي وأيضا عدم وجود شهية لأخذ المخاطر للأسواق أو الأسواق العائد المرتفع أسواق الأسهم في التالي هذا دعم الدولار الأمريكي اللجوء إلى الدولار لكن على المدى المتوسط والطوير التوقعات والاتجاهات ما زالت هابطة بالنسبة للدولار الأمريكي كل الأساسيات تقول ذلك بأن الدولار في اتجاهات على المدى المتوسط والطوير نظرا إلى الأساسيات طيب لينا هل هذا سيسمح للذهب بالصعود فوق مستويات الألفين دولار قبل نهاية العام برأيك؟ نعم على المدى القصير الاتجاهات برأي ما زالت لأسعار الذهب في الاتجاه الهابط نحن بعد قرار الفدرال الأمريكي والرؤية كما ذكرنا نوعا ما الاقتصادية لكن ما يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطوير هي أسعار الفائدة المتدنية قريبة من الصفر حتى عام 2023 والحديث عن مستويات ضخم فقط 2% فكلها محافزات مربمة تدعم الذهب على المدى المتوسط والطوير إلى ألفين دولار ولكن بالفعل في ظل كل هذه الظروف الراهنة وأيضا عدم اليقين إلى الآن بما يحدث بشأن التعافي الاقتصادي الضبابية وعدم اتضاح الرؤية وعدم أيضا الوصول إلى الآن للقاح لفيروس كورونا وعدم أيضا الاتجاهات حول كيف تفشي هذا المرض وتفشي فيروس كورونا وإلى أي متى سيكون هناك لقاح كلها يعني تصب الآن إلى مصلحة الذهب فبالتالي التوقعات تشير إلى ألفين دولار لكن لو تمام ربما وجود هذا اللقاح يعني المستبعد أن تثبت فعاليته خلال فترة قصيرة يعني أتوقع أن يكون هناك على المدى المتوسط والطويل وصول أسعار الذهب إلى مستويات ربما تكون أو احتمال أن تكون عند مستويات الألفين دولار لدينا اجتماع لأوبك بلاس اجتماع افتراضي اليوم ما هي توقعاتك وخصوصا بالنظر إلى التداعيات التي تركها كورونا على أسواق وأسعار النفط الارتفاع الذي شهدناه في المخزونات الأمريكية مخزونات التقطير في الجلسة الماضية استمرار فائض المعروض في الأسواق وهذا ما بنعكس يعني عم نلاحظه حتى بالأسعار بأن الأسعار اليوم هي أقل من الأسعار المستقبلية برأيك هذه العوامل المجتمعة هل ستغير من استراتيجية أوبيك بلاس التي تتبعوها؟ لا أتوقع أن يكون هناك أي تغيير في هذا الاجتماع وفي الاستراتيجية وحديث عن مدى الالتزام بخفض الإنتاج الواقع 7.7 مليون برميل يوميا وأنه أن يكون هناك ضغط على دول الخارج أوبيك مثل العراق ونيجيريا بمزيد من الالتزام بهذا الخفض فبالتالي يعني يجب أن يكون هناك من أوبيك أن تغيير في استراتيجية ووضع استراتيجية على المدى القصير والطويل التي تعطي وضوح أكبر حتى عن الطلب أو توقعات حول الطلب العالم وخاصة هناك ما زال هناك عدم تعافي في هذا الطلب حتى الاستهلاك اليومي تراجع حسب ما قالت منظمة أوبيك من 9.6 مليون إلى 9.45 مليون برميل يوميا فهناك قلق كبير من المتداولين حول فائد الإنتاج رغم تخفيض الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل أيضا قلق من عودة الإنتاج الليبي المتوقع أيضا بمليون برميل يوميا فبالتالي هناك سوف تبقى هذه التذبذبات أو النطاقات المحدودة على أسعار النفط ولا ننسى حتى العصار الذي حصل العصار سالي لم يتسبب في تدمير البنية التحتية فبالتالي كلها أسباب أنه لا يوجد أي تعافي في الطلب فالمتداولين محتارون هناك وجهة نظر الآن مقارنة بين العرض والطلب هناك وجهة نظر تقول أنه ربما سيكون تعافي خلال النصف الثاني رغم أن الطلب سيكون نوعا ما ضعيف فهناك آمال وهناك يتوقعون أن يكون بالفعل لا يوجد تعافي وأنه ارتفاع في عدد الإصابات وبفيروس كورونا وبالتالي سيبقى ثار كبيرة من جائحة الكورونا على الاقتصاد العالم وعلى الطلب العالمي فبالتالي سيكون هناك ما زال الطلب هاش ويحتاج لفترة زمنية طويلة وهذا يبقى على النسقات المحدودة ولا ننسى أيضا نوسم العطلات في الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهى فبالتالي هذا أيضا بيخلي أنه الطلب يقلل من الطلب على النفط يعني بكل أحوال لينا هذا ربما ما أشارت إليه شركة بريتش بيتروليوم التي تحدثت بأنه ربما الطلب وذروة الطلب على النفط في العالم قد وصلت لذروتها في العام 2019 أنا أشكر وجودك معنا لينا قنوع محلل الأسواق مالية في كوتيغرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة